يلا فيديو جديد هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ المشوية بطريقة حلوة قوي كم ترك هقولك عليهم او الخلط اللي هقولك عليها هتودي طعم الفراخ المشوية في حتة تانية خلص معي كده فرخة وورك الفرخة مقطعها كتح صغيرة زي ما انت شفت عملتها معاكم قبل كده على القناة بنفس التدبيلة لكن كنت سايبها سليمة زي ما هي جربتها المرة وهي متقطعها لا خطيرة بجد حلوة هقولك على التدبيلة لكن للأسف يعني اتحزفت مني لكن هقولك على كل التوابل معلقة صغيرة من التوم البودر ومعلقة صغيرة من البصل البودر معلقة كمان صغيرة كمون كزبرة والفلفل الاصمر نص معلقة ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ هحط كمان معلقة خل الصويسوس ده يا بنات فظيع يعني هتيه بيقعد فترة طويلة طعمه حلو قوي بيدي مزيزة كده للفراخ بيخلي طعمه حلو وهعصر كمان لمونة وهحط معلقتين من الصلصة عندك طماطم مضروبة يعني مضروبة في الخلاط عاوزة تحطيها لو ما عندي كيس زي ما عملت كده هتبشري طماطمية واحدة بس وهنا عصرت اللمون حطيت بقى لوري وحبهان ومستكا هقل بالتدبيلة كويس اوي عاوزة تحطي زبادي ممكن زبادية واحدة حطيها بتدي تروى كمان للفراخ اكتر ما عندي كيس زي ما عملت كده وما حطيتش خالص زعفران كمان يعني بصي على حرف المعلقة كده حبه صغيرين من الزعفران هو اللي مدي اللون الاصفر اللي انتو شايفينه في الفراخ عاوزة بقى تسيب الفراخ في التدبيلة عاوزة بقى تسيب الفراخ في التدبيلة ساعة نص ساعة ربع ساعة عشر دقيقة زي ما سبتها كده النهاردة كان وراي مشوار زي ما قلت لكم والله هتطلح طحفة فيه كمان شايفين الشبكة دي حلوة قوي يعني فيه منها الخفيف شوية ان شاء الله هجيب منها شايفين بقى التدبيلة اللي في البولة اتبقى منها ومية مغلية وحطيتها اللمون بقى ووراء اللوري والحبهان والمستكا كله هيفضل في الصينية اللي انا حطتها كده كل ده بيطلع على الفراخ شايفين البخار ده بيساعد في التسوية بتاعتها هتحطيها على الشبكة بتاعت الفرن مش هتولع من فوق خالص هنا كنت نزلت وطلحت قلت لكم عندي النهاردة مشوار ولحت عليها وسبتها لبنتي قلت لها اول ما تحمر خلاص هتكون استويت وجيت لقيتها بالشكل اللي انت هتشوفوه هنعمل مع بعض بقى كل اسلوه بطريقة سهلة وبسيطة المفروض كنت عملتوا اول يعني اول حاجة لكن كنت مستعجلة لان كنت ايلالكو قبل كده ادعولوا ربنا يشفيه يا رب كنت عند الدكتور واتأخرت كمان لحد ما جيت فهعمل التدبيلة قبل الرز يعني فضل الرز كمان عندك كبة هتقطع الكولوسلوفيك كبة ما عنديكش على البلانشة زي ما قطعت دلوقتي كده وهتقطعيه زي ما تكوني بتعمل صلطة يعني كتع صغيرة لكن هضربه هنا في الكبة وكمان الجزر هضربه في الكبة ما عنديكش كبة زي ما قلتلك بالمبشرة وبشورية كنت بعمل كده والله وكان بيطلع تحفة كمان كباية مايونيز وهحطها عليه وكباية لبن اللي هو الحليب المقدار ده حلو قوي عالكمية اللي عملتها طلع يعني لو اقولك من هنا للسنة الجيه طعمه كان تحفة زي والله كان تحفة معلقتين عسل ما عنديكش عسل حطي سكر ورشة ملح صغيرة شايفين الشكل عامل زي طحفة لو اقولك يعني فعلا كان طعمه حلو ازاي وما سبتوش في التدبيلة كتير كل حاجة النهاردة كانت مزبوطة عالشعره هنعمل بقى الرز النهاردة بطريقة بسيطة خالص وسهلة يعني طعمه كده خفيف وحلو قوي حطيت معلقة من السمنة وكمان معلقتين كده كبار من الزيت يعني المادة الدهنية دي اللي موجودة عندك واثنين عود من السجار وحبهان ومستجا وورق لوري بس كده هو ده اللي هحطه ومش هحط حاجة هسيبهم يسخنوا كويس لحد ما صف الرز واجي يعني قبل ما افتح دلوقتي النرة على الحلة كنت غسل الرز وسبته في المياه يعني مش هقولك سبته نصف ساعة ولا حاجة بعد كده صفيته ونزلت بالرز هشوحه كويس وهنزل عليه بالمياه المغلية بس كده مش هحط عليه اي حاجة لكن في الاخر يعني في خطوة لسه هعملها مش دلوقتي هحط المياه شايفين المياه جات بالزبط ما زودتش ولا نقطة تاني كباية الرز بتاخد كبايتين من المياه بعد الرز وفي رز تاني بياخد كباية ونصف فانت حطي يعني كبايتين اللي رابع او كباية ونصف وشوفي لو عاز مياه تاني زوديله مياه علشان ما يعجنش منك هسيبه لحد ما يتشرب وهوط عليه هنا بقى الدهون اللي نزلت من الفراخ كلها يدوبك زي ما عملت بالفرشة كده ودينيها علشان يديك لمعه والله هنا القمرة ظلم اللون هوريكي من قريب دلوقتي اللون عامل ازاي الشبكة دي فعلا حلوة قوي وحلوتها كمان ان انتي بتحمري شايفين اللون الجنب التاني كمان ولحت عليه الشوية وحمرته يعني الجنبين كده لونهم احمر زي المشوية بالزبط هورهالك كمان من قريب هنا الرز خلاص بعد ما تشرب والمية طلعت مزبوطة هتشيلي بقى ايه الحبهان ووراء اللوري معلقتين من المية عليهم يعني في حرف المعلقة كده من الزعفران يعني هتخذي على حرف المعلقة كده جزء من الزعفران هتقلبيه في المية وهتحطيهم معلقتين من المية يعني عاوزة زاودي اكتر من كده زاودي كنت عاوزة اعمل كمان لون احمر بس مش عارفة راحة عن بالي خالص ان اعمل اللون الاحمر بس هيطلع حلوة تشفيه من قريب كمان هو ده كده كان غدانا النهاردة سهل وبسيط نزلت وطلعت نسيت كمان اغير هدومي يعني بالهدوم اللي كنت بيها برا هي هي اللي كملت بها تصوير لاني جيت كلهم كانوا بصوا مستنيني وجعنين عاوزين يتغدوا شايفين الرز بقى من قريب من فلفل واللون كمان عامل ازاي حباية يعني بيضة زي ماية وحباية صفرة كان حلوة اوي الشبكة تبدأي كده افتحيها براها يعني بصي بس سلك لها ما تقلقش خالص مش بتلزق ولا حاجة انت يا دوبك سلك لها بس كده ما ترفعش مرة واحدة علشان ما تشدش منك يعني الجلد اللي على الوشة او حاجة سلكها براها تتسلك شايفين شكل الفراخ شايفين شكل الفراخ عاوزة كمان تحس كده بالريحة الفراخ المشوية ممكن تجيبي فحمة وتولعيها هتديكي بس ما فيش ديع يعني هي كفية الطبق ده انت لو بتجيبي من بره شوفها يكلفك قد ايه على فكرة قبل كده كنت عاملها زي ما قلت لكم على القناة زي ما هي لأ وهي متقطعة طحفة حلوة اوي والسواة بتاعها كمان مزبوط كفية كده وانتوا قاعدين على الصفرة تسألي اي حد يقولك احلى من لبرة يعني الرز بقولهم ايه رأيكو فيه قالوا لي والله يطعمه احلى من لبرة والفراخ المشوية كمان السياسوس بيدي مزازة كده لأي مشويات بيخلي طعمها حلو والكولوسلو كمان كان مزبوط اوي اي لون اخدر كده وهتكسري اللون بالشكل ده دي كانت صفرتنا النهاردة كانت بسيطة لو عندك عزومة اعمليها وادخلي كده بقلب جامد والله العظيم هتطلعي باحسن نتيجة هوريكي كمان السوى شايفة السوى مستوية دايبة دايبة كده دوب ولون الفراخ كمان يعني ابيض وحلو ازاي والرز يا سلام فلفل ويعني شكله حلو الطريقة دي حلوة قوي في الرز اه مفيش اي بغارات زيادة يعني خفيف كده هتكليه وهتشبعي منه يعني مش هتزهقي من اكله اه ان شاء الله يكون الفيديو النهاردة بسيط وعجبكم يارب الفيديو لو عجبكم النهاردة ما تنسينيش باللايك وشيرو السابس كراب عشان يوصل لكم كل جديد اشوفكم ان شاء الله على خير مع الفي سلامة اشتركوا في القناة